اشتركوا في القناة ووقعناها والتي بمقتضاها سيتم خلق اتفاقيات في مواضيع متعددة في المستقبل وسنوقعها مما يؤكدنا العلاقات المغربية العراقية في مجال العدل تتطور بشكل جيد وستثير بشكل جيد لإيجاز حلول عدة قضايا مطرحة علينا كوزراء العدل مع احترامنا لاستقلالية السلطة القضائية وقتنا المشتركة للتعاون في المجال الإداري بيننا وبين وزارة العدل في العراق لنتمكن من خلق علاقة مبنية على قواعد وقوانين مشروعات مصححة وأنا بالمناسبة أشكر الأخ خالد وزير العدل العراقي وأريد أن أشكر دولة العراق على استقبالها الذي كان لما قمت بالزيارة للعراق وكان استقبالا رائعا أنه في الحقيقة شعرت بالاهتمام العراقي بالمغرب وشعرت بالرغبة أكيدا للإخوة في العراق للتعاون مع المغرب في عدة مجالات فدولة العراق ودولة المغرب هما دولتين شقيقتين يسرد بعضهم البعض ويداعم بعضهم البعض وهذه مسألة أساسية لتطور العلاقة في أفق أفضل تشرفنا اليوم بزيارتنا لمعالي الوزير والدعوة الكريمة التي وجهته لنا لغرض الحضور إلى المملكة المغربية نحن لدينا صديق كعراق في المغرب والذي يسعى دائما إلى توطيط العلاقات المغربية العراقية نحن في الحكومة العراقية نعمل من أجل توطيط علاقاتنا بشكل أوسع وأعمق مع المملكة المغربية في شتى المجالات وقدر تعلق الأمر بالجوانب العدلية والقانونية لدينا علاقة متميزة مع وزارة العدل المغربية خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها معالي الوزير إلى بغداد وكان لها تأثير كبير وصدى كبير في مراكز الخرار العراقي وإن شاء الله هذه العلاقات لن تكون على مستوى الوزارتين بل ستكون على المستوى أوسع وعلى مستوى جميع السلطات واليوم وقعنا على مذكرة التفاهم بين الوزارتين وهي الخطوة الأولى وبداية لإبرام اتفاقية شاملة على جميع المستويات العدلية والقانونية وبما فيها عملية تبادل المحكومين بين البلدين نحن نتطلع إلى إقامة أفضل العلاقات معالي الوزير وشكرا مرة أخرى لاستقبالكم وحسن الضيافة والكرم فيما بيننا في المسالات العدلية والقانونية وكذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر